بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الإيمان نعمة من أعظم النعم ومنة من أعظم المنى أن يكون العبد مؤمنا لذا وصف الله جل وعلا المؤمنين في القرآن ببعض الصفات أذكر بعضا من هذه الصفات في هذه الدقائق من صفات المؤمنين في القرآن أنهم يعمرون بيوت الله جل وعلا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين من صفات المؤمنين في القرآن الكريم إصلاحوا ذات البين قال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين من صفات المؤمنين في القرآن أنهم يذكرون الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا من صفات المؤمنين في القرآن أنهم عند ذكرهم لله جل وعلا تجل قلوبهم وتخشع قلوبهم من ذكر الله قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من صفات المؤمنين في القرآن أن قلوبهم تخشع لذكر الله قال جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وهذه الآية كانت سببا عظيما في هداية الكثير من العصاء منهم الفضيل بن عياض لما سمعها تغير حاله من حال إلى حال ومنهم مالك بن دينار تغير حاله من العصيان إلى الطاعة بعد سماع هذه الآية لأنه سمعها بقلبه فأثرت الآية فيه فخشع لله جل وعلا وكان يبكي بين يديه بالليل ويقول إلهي أنت وحدك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار فأي الرجلين مالك بن دينار من صفات المؤمنين في القرآن أيضا ما ذكره الله جل وعلا في أوائل صورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون آيات كثيرة في القرآن الكريم ذكر الله جل وعلا فيها شيئا من صفات المؤمنين ويقول في أواخر صورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من صفات المؤمنين أنهم أعزة على الكفار أذلة فيما بينهم يعني متواضعين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين من صفات المؤمنين في القرآن أنهم يخشون الله جل وعلا من صفاتهم أيضا أنهم يتبعون سيد الخلق وحبيب الحق قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الإيمان نعمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقف مع بعض صفات المؤمنين في القرآن وقفة علنا أن نتصف بها وأن تكون فينا هذه الصفات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين الذاكرين الخاشعين المخبتين المتضرعين وأن يرضي عنا سيد النبيين وأن يحشرنا معه مع أصحابه وإن لم نعمل بعملهم اللهم أمين أشكركم على حسن متابعتكم وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته